قد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الأشفر الحرم لها خصائص فمنها أولاً مضاعفة الحسنات والسيئات فثواب الحسنات فيها يضاعف وعقوبة السيئات فيها تضاعف لكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية فالحسنات تضاعف كمية كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر عنفالها وأما السيئات فإن مضاعفتها تكون بالكيفية وإلا فالسيئة هي سيئة واحدة كما قال عز وجل ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فالحسنات والسيئات تضاعف في هذه الأشهر الحرم وقد دل على ذلك قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وقال عز وجل عن حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن خصائص هذه الأشهر تحريم القتال فيهن ابتداءً لا دفاعًا قال الله تعالى ومن خصائصها أيضاً أن فيها عشر ذي الحجة ويوم عرفة والنحر وعاشورة وفيها مناسك الحج لأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة فشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة من الأشهر الحرم ترجمة نانسي قنقر